على سيدنا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله كم من يمع حضرتكم خاطرة الفجر كل يوم بإذن الله بنقيم الليل في طلب العلم وبنحضر مجلس العلم مع بعض نيتين باستمرار بفكر حضرتكم بيها حضور مجلس العلم ونية قيام الليل والنهاردة ليلة وترية وهي ليلة الجمعة ليلة 23 رمضان الحمد لله أن ربنا دانا الإذن أن نكون من الذاكرين المستيقظين في وقت زيدا والإنسان لما ربنا سبحانه وتعالى يأذن لي بالعبادة في وقت شريف ده شيء مطمئن للقلب مطمئن للقلب نحن نفرح بربنا ربنا قال كده قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون أكتر حاجة نفرح بيها وإحنا مع ربنا في وقت شريف زي ده في ليلة شريفة زي ده نفرح بربنا نفسه سبحانه وتعالى أن ربنا سمح لنا نكون معاه وسمح لنا بالذكر لأن ربنا سبحانه وتعالى قال أنا جليس من ذكرني فمن ذكر الله في ليلة شريفة كان في حضرة الله واللي في حضرة الله يتطمن إنه صار من أحباب الله سبحانه وتعالى وأذن له رب العالمين بأن يكون جليسه شيء مبشر يا رب لو ليلة الأدر شرف أقدرنا عندك رب واقدر لنا من الخيرات في العام القادم يدخل السرور والطمأنين والبهج على قلوبنا حقيقة النهاردة عندي أسئلة كثيرة متركمة فاسمحولي أنا مسمي اللايف ده لعل أحدهم سأل عما يدور في قلبك ممكن أنت بتسمعني دلوقتي وأقولك أن أنا هرد على الأسئلة يعني تتصور أن ممكن يكون ده مش قفية حاجة بالنسبة لك أنا كل شوية هتلاقيني كده ردت على الأسئلة لأني متأكد أن كلام المتكلم رزق المستمع وفي واحد قاعد عنده إشكالية معينة في طريقه ربنا ما سألش عنها ربنا هيخلي واحد غير يسأل عنها ويخليك تسمع فيمكن يكون في بعض إجابات الأسئلة رد على سؤال جواك قبل ما رد على بعض الأسئلة مبارح غلطت غلطة كده علمية وبعد ما خلصت اللايف قعدت راجع كده مبارح كنت بقول لك ونتكلم على حاجة في القواعد الفقهية وبعدين شرحت القواعد الفقهية على أنها أصول الفقه علش يمكن بعض الكلام ده ما يبقاش جذاب لبعضكم وبعض طلب العلم يهتم بيه عندنا حاجة اسمها أصول الفقه وهي القواعد اللي بنفهم بيها كلام ربنا سبحانه وتعالى والعلم يطلعوا بيها الأحكام وعندنا حاجة اسمها قواعد الفقهية قواعد الفقهية نحن نشوف آيات كتيرة تتكلم في موضوع واحد يطلع منه قعدة واحدة أحاديث كتيرة وآيات كتيرة بتقول لنا الدين يسر فهي عندنا قعدة المشقة تجلب والتيسير مثلا يعني قواعد كتيرة بتقول في الآخر احنا شوفنا كده الآيات والأحاديث لأن ربنا بيعلمنا إذا ضاق الأمر التسع زي ما تكلمنا مبارح فالقواعد الفقهية بتستنبط من آيات كتير وأحاديث كتير نفهم بيها أن ربنا يحبنا نعيش بالطريقة دي دي كده حاجة سريعة علشان أنا لخبطت مبارح في تعريف القواعد الفقهية وأصول الفقه خش في الموضوع بسم الله الرحمن الرحيم حد بيقول لي أن والدته متوفية وبيقرالها قرآن هل بيوصل لها ويحتسب قراءة القرآن لها كثواب احنا مشهور عندنا ونقول مثلا جماعة قرون الفتحة فحد يطلع يقول لا الفتحة دي ما ينفعش نقراها القرآن ما بيوصلش أو قراءة القرآن بدعة أو ايا كان وحنا دايما لما بنتسئل سؤال في الشريعة لازم نرجع للعلماء نرجع للسلف الصالح هم كانوا بيشوفوا سيدنا النبي عمل إيه عليه الصلاح والسلام ويشوفوا السلف عمل إيه ويطلعون لأراء الفقهية احنا عندنا قراءة القرآن وإهداء ثوابها للأموات احنا عندنا لما تقرأ مثلا في كتاب زي موسوعة الفقهية دي عملها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت من الكتب اللي علماء نوصوا بيها وجمع لأراء الأئمة الأربعة فبيقول مثلا وذهب الحنفية والحنابلة إلى جواز قراءة القرآن للميت وبينقل عن الإمام الدسوقي وهو أحد شراح المذهب المالكي يقول وإن قرأ الرجل وأهدى ثواب قراءته للميت جاز ذلك وحصل للميت أجره فبينقل أقوال الأحناف والحنابلة وجزء من المالكية على وصول ثواب القرآن فاللي عايز يقرأ قرآن أو يعمله ختمة والإمام الشافعي في كتاب رياض الصالحين في باب زيارة الميت أو باب دفن الميت هتلاقيها في رياض الصالحين قال ويستحب أن يختم ختمة عند القبر لما ندفن الميت ناس طاعد تختم له ختمة الإمام الشافعي أجازها أحنا دايما باستمرار لما يبقى عندنا دايما سؤال بالذات في الفقه نرجع على طول الأئمة الخلاف اللي ما بيننا يروحها على طول ببساطة فلو عايز تقرأ قرآن للولدة الكريمة اقرأ ووهب الثواب وإن شاء الله بقول الأئمة يصل اتنين اتخنقوا مع بعض وبعدين رجعوا وتكلموا مع بعض بس في واحد منهم حاسس أن احنا ما بقناش صحاب زي الأول يبعد ولا يكمل لأنه خايف يقرب فتحصل خلافات تاني فيتعب لا شك أن في رحلة الحياة ساعات اتنين بيبقوا قريبين جدا ويتخنقوا مع بعض اخناءة كبيرة جدا تكسر حاجات ما يفعش تصلح إيه هانات أو إفشاء للأسرار ساعتها لما ترجعوا تاني تتصلحوا ادي نفسك فرصة إنك تسمح للعلاقة ترجع زي الأول وده من تمام العفو إن ما أكلم ما فيش حاجة حصلت لو وديت لنفسك فرصة إن العلاقة ترجع زي الأول لقيت إن انتوا هتحتاجكوا ببعض تاني وإن خلاص اللي تكسر ما ينفعش يتصلح ما تقطعش إنما وسع الدايرة كان صاحبي الأنتيم ولا صاحبتي اللي بحكي لها كل أسراري مثلا يعني لو إحنا بنات مع بعض فأنا هبدأ صديقي ده أخليه صاحبي كل حاجة بس اللي عمل مشاكل ما بيننا التقارب الزايد إني كنت بحكي له كل أسراري وهو ما كان شأمين عليها أو ظهرت بصورة ضعيفة قدامه وأنا بحكي له مشاكلي فاستغل الضعف ده إحنا حبيب وكل حاجة ما فيش بيننا شقاق ولا بيننا أذية بس هنبعد شوية وأنا بقى صحاب هاي باي زي ما بيقول الشباب ونسأل على بعض في المناسبات بس خلاص كأن الكسر ما تصلحش مش هنعمل قطيعة ولا حاجة لكن هنبعد شوية ويمكن الزمن بعد كده هيبقى سبب في التقارب الله أعلم فما فيش أي حاجة لو بعيدنا شوية عن بعض لو القرب هيعمل احتكاك ومشاكل يبقى الأولى أن احنا نحافظ على كرامتنا ونبقى حبيب من بعيد لبعيد متجوزة بقى لي ست سنين وجوزي ما بيخلفش وفي مشاكل دايما ما بيننا وأنا ابتديت أبعد عن ربنا وخدت قرار أني أتطلق هل في ده معصية ليه بقى بتقول معصية أنه هو جوزها مبتلة وهي هتسيبه يعني الأسئلة اللي زي دي بتبقى أعمق من أنها تترد في سؤال في سطرين عايز أقترح على حضرتك أنك أنت تثقي في عالم معين وليكن مثلا أن روحي الأزهر أو روحي مشياخة الأزهر أو اتصلي بدار الإفتاء يرد عليك عالم من العلماء وحكي له القصة كلها لأن أنا حاسس أن أنا مستحي أن أنا أرد على سؤال فيه أفل بيت أو فتحه من سطرين عشان كده باقترح على حضرتك وأنا أصرت أقول الكلام ده عشان نفسي نتعلم مع بعض في كيفية السؤال في المواضيع الكبيرة سهل أو يقولك تعمل إيه ده الأسهل بالنسبة لي وممكن يبقى الأريح لحضرتك لكن ساعات كده بيبقى فيه بعض الأوقات يحب المسؤول اللي هو يعني يتسأل السؤال يعني يعني يقعد يسأل أسئلة عشان يعرف الظروف فيقول لحضرتك تمشي مين ولا شما خدي السؤال ده زي ما هو كده وروحي در الإفتاء رحي مشيخة الأزهر واسألي وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعينك على القرار السليم أنا مش حلوة أنا غير جميلة ولم يتقدم لي أي أحد أبدا هل دعائي بالزوج الصالح يكون في ظلم للزوج ده أنت إنسانة متواضعة وجميلة الأخلاق بالطريقة دي شايفة نفسك مش جميلة خايفة تدعي أن ربنا يرزقها يرزقها زوج يبقى ده في ظلم للراجل لا والله لا والله يعني لو حد تجوز إنسانة بهذا التواضع وهذا الإحساس بالبساطة والكلام على نفسك بالبساطة لعل يكون في الظاهر قدام حضرتك إن شكلك مش جميل لكن اللي عنده خبرة في الحياة عارف إن الروح جمالها أهم في العشرة الطويلة يمني يمني ترجمة نانسي قنقر